مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة العريكة الملكية حاجة جدا روعة تحسوها كده عريكة ملكية يعني غنية ريتشي فيها المكسرات وفيها كده تباتيك وحلويات حلوة قربوها والان بفصل بادئ فصل الشتاء يدخل والقو كده بادئ يبرد حاجة جدا روعة انا قدمتها كده على سخان وبالمدر اذا نشوفوا كيف السخونة كيف تطلع منها حاجة كده تاكلوه هي دافية حاجة جدا روعة وخلونا بالمقادير انا استخدمت كوب طحين اسمر واضفت عليه شوية من الملح واضفت عليه ماء دافي تقريبا العقينة تكون شبه سائلة عقينة طرية جدا زي ما وضح لكم بالفيديو تقدروا تستخدموها على طول بس انا خليتها ترتاح شوية وكمان تقدروا تستخدموه خبزة عادي خبز طاوة اسمر متعملوش هذا يعني الخبز الطاوة خلتها ترتاح نس ساعة او ربع ساعة بعدين سخمت الصاج واضفت له شوية من الزيت واضفت له العقينة وبدأت افرده ابول يدي بالماء وافرده بشكل دائري بس ما تكون شلاف رفيعة مرة ولا سميكة مرة لازم تفردوها يعني وسط تكون بعد ما فردت غطيتها كده تقريبا بس تتماسك وفتحت عليها وبدأت احمرها شوية يعني اعطيها اللون الدهبي وضغط عليها بعد كده تكون جاهزة قد تكون انتم تقدروا تستخدمو خبز طاوة عادي اسمر بعد كده قصمت وهي دافية قصمت الى قطاع صغيرة وضفت بمحضرات الطعام وضفت عليها سبع حبات تمر منزوع النوع او تسع حبات تمر منزوع النوع يكون وطحنته طحن ناعم بعد كده نطبق طبعا نحضر العريكة انا استخدمت سخان عشان تفضل العريكة معايا دافية واستخدمت قدر الفخار او المدر بس خانته شوية هنا عندي قشطة مخلوطة مع حليب مبخر او قامر او قشطة طازقة اها مش تكون شوية خفيفة خفوها بحليب بعدين اضفت من العاقينات التمر واضفت نص كمية القشطة المتبقية واضفت شوية من الحليب المكتف المحلى ورشة من حبات البركة وكمان اضفت الكاجون محمص واضفت الكورنفليكس وكمان اضفت من الحليب المكتف المحلى شوية خيوط يعني حاجة بسيطة واضفت قبن شيدر او قبن الكرفت وشوية اخر شي من العسل ورشة بسيطة من حبات البركة وتاكلوا احلى عريكة هذه الاكلة فيها كمية حنان من القلب حاجة جدا روعة اقربوها وبالعافية ليو لكم ولا تنسوا تضغطوا على القلب ترجمة نانسي قنقر